السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكو العافية معكم ريال بدر في اللقاء هذا راح نشوف رسم منحنيات باستخدام اداة البزاير كيف باسأل الطرق لو اردنا رسم منحنة باستخدام اداة البزاير كيف راح نيجي على الاداة الامامنا هذه وضغط عليها واجه في اي مكان واجه اضغط بضيف للنقطة الاولى بضغط ضيف للنقطة التانية تالتة الربعة الخامسة وهلو ما جرى اضغط انتر هيك باعتمد للمنحنة اللي انا رسمته لو اردت ان انا ارسم منحنة ذات حواف نعمة بايش بضغط على اداتي البزاير كيف وبضغط على اي نقطة وبضغط النقطة التانية وبسحب الماوس ونضغط فبعمل لي المنحنة تبعي نفس الكلام هنا بضغط على اي مكان بعمل النقطة وبسحب اخر شي لو اردت ان انا اغلق المنحنة تبعي بضغط على زر كونترول وشفت من لوحة المفاتيح وعلى نقطة البداية فيك شكل نضغط انتر كيف بتم اعتماد الشكل الامامي وهو شكل مغلق نقطة مهمة لازم اعرفها عند رسم منحنيات انه اي منحنة بتكون من مجموعة من النقاط وكل نقطة لها تلات حالات خلينا احد المنحنة تبعي اغضط باليمين واروح على كونترول بيرتكس الان صار واضح عندي النقاط المكونة للمنحنة تبعي نقطة البداية بتيجي بشكل مربع عشان اقدر احديد انه هي نقطة البداية باقي النقاط بيجي بشكل دائري زي ما احنا شايفين الان نيجي نشوف كل نقطة ايش الاوضاع بنفع تكون عليها اي نقطة لها تلات اوضاع شفت وباليمين بيجي للتلات حالات لنقطة تبعتي بنفع تبقى كورنر زي ما هي بالوضع الحالي هدي وضع الزاوية شفت واليمين بنفع تجيل بوضعية البزاير اللي هي تحتوي على نقطتين شاد والنقطتين الشاد بتحركوا مع بعضهم وعند التحريك اي نقطة شاد بتتحرك النقطة التانية معها تلقائيا الحالة التالتة اللي هي بزاير كورنر في نقطتين شاد يمكن التحاكم في كل نقطة بطريقة منفصلة عن النقطة التانية هذول الثلاث حالات بيعطوني امكانيات عالية في رسم المنحنة تبعي خلينا اجي رجاحة زي ما كانت كورنر الان خلينا امحكو المنحنيات الامامي واجي ارسم منحنيات جديدة باستخدام الادوات التي رحناها خلينا اجي على الصورة هذي وابلش ارسم المنحنة تبعي راح اجي على اداة البزاير كير واضع نقطة هنا نقطة هنا في المنطقة دي نقطة نقطة واخر نقطة لانه الشكل عندي مغلق بضغط على كونترول شفت بضغط على نقطة البداية وفي النهاية بضغط زر انتر الاعتماد المنحنة تبعي لو عايز اعدل على نقاط المنحنة بضغط عليه باليمين وبختار كونترول بيرتكس وبأجي على كل نقطة بحدد مكانها المناسب هيك شكل عند الانتهاء بضغط باليمين وبختار اوبجيكت مود هذه المنحنة تبعي خلينا اجي ارسم منحنة اكثر تعقيدة من خلال الصورة هذي باستخدام اداة البزاير كير اروح لاداة البزاير كير خلينا افترض انه هادا النقطة هي نقطة البداية راح اضع نقطة هنا ونقطة هان وهان كمان نقطة راح اتلاحظ ان انا باجتهد اضيف اقل عدد نقاط لتكوين المنحنة تبعي خلينا اضيف نقطة هان كمان كمان نقطة هان وهان راح اضغط على كونترول شفت واضغط على النقطة هادا عشان يتم اقلاق المنحنة اضغط انتر اكتمع اعتماد المنحنة تبعي واضح من الشكل ان المنحنة اللي انا رسمته كتير بعيدة عن الشكل اللي انا عايزه لكن بالتعديل على النقاط راح تكون الامور ان شاء الله طيبة اللي التعديل على المنحنة باضغط باليمين واختار كونترول بيتريكس وابجع feitohältي على افتراض shiftه باليمين وبحول النقطة هادة لبزاير كورنر الان بطلعه لنقاط شادا بمسك هذه النقطة وباشدها بهيك شكل والنقطة هادة خلينا اشدها بهيك شكل اجي لنقطتين هادول هذه النقطة انا عايزها ام عارتها بلده تكون بزاير كورنر. وهذه النقطة تكون بزاير كورنر. تلعو له نقاط الشاد. بامسك نقطة الشاد هده واسحبها بهيك شكل. والنقطة هادي بعدل عليها. حسب المنحنة اللي عندي. اجي لنقطة هادي. حولها لبزاير كورنر. واجي عدل عليها بهيك شكل. اخر نقطة تقريبا راح عدل عليها. اللي هي النقطة هادي. هيك ستطعت ان احول المنحنة تبعي من خلال نقاط الشاد الى منحنة مطابق للرسمة الموجودة عندي. ارضط باليمين. واختار object mode. واجي ارسم منحنة تعني عشان يكمل لي الشكل الامامي هذا. ارضط على ادات بزاير كيرل. واجي ارضط نقطة هان. خلينا اضيف نقطة هان تقريبا. ونقطة هان. ها النقطة وهان نقطة. وبعدين راح ارجع على النقطة هدولة اعدل عليهم على حسب الصورة الامامي. اخر نقطة راح ارسمها. اللي هي راح اضغط control shift. واضغط على نقطة البداية لاغلاق المنحنة. بعدين راح اضغط على زير enter. الان اجي اعدل على النقطة تابعتي. باليمين. control vertex. امسك النقطة هادي. shift باليمين. بزاير corner. هادي راح اعدل عليها بهيك شكل تقريبا. هادي راح اضغط عليها وداخله شوية لجوة. راح امسك النقطة هادي. خليها بزاير. وعدل عليها. تقريبا بهايك شكل. ارجع اعدل على النقطة هادي. تقريبا. النقطة هادي راح اخليها بزاير. هيك شكل. النقطة هادة اللي انا عايزها تبقى زاوية. وهادي زاوية نفس الكلام. هادي راح اخليها بزاير corner. وامسك النقطة الشد هادي بهيك شكل. هادي نفس الكلام بزاير corner. وامسك النقطة هادي واسحبها بهيك شكل. تقريبا. النقطة هادي راح اخلها لجوة شوية صغيرة. هادي النقطة راح اعدل مكانها النقطة هادي. شفته باليمين بزاير corner. امسك النقطة هادي واسحبها بهيك شكل تقريبا. وهادي لجوة شوية صغيرة. اعدل مكان النقطة هادي. ارجع النقطة هادي. شفته باليمين بزاير corner. امسك نقطة الشد هادي. واسحبها قريبا بهيك شكل. وهادي امسكها وادخلها لجوة شوية صغيرة. تقريبا انا هيك رسمت المنحنة تبعي على حسب الصورة الامامي. عند الانتهاء بضغط على الزر الايمن للماوس. هيك انا ببدأ حصلت الشكل الامامي هذا. ممكن احول الشكل الامامي هذا لمجسم. اذا حبيت بحدد المنحنة وبضغط على اداة البي فيل بلس بهيك شكل. كمان الشكل التاني بحدده وبضغط على اداة البي فيل بلس. حدد المجسمين. هيك احنا استطاعنا ان احنا نعمل مجسم من خلال رسم المنحنيات باستخدام اداة البزار كيف. يعطيك العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.